ريال مدريد باريس سانجرما كان أكثر الهاشتاغات انتشارا في العالم العربي الليلة الماضية في مباراة القمة بين الفريقين الإسباني والفرنسي في ذهاب دورة الستة عشر بدور أبطال أوروبا لكرة القدم كانت مثيرة في كل تفاصيلها فقد قلب النادي الملكي تأخره إلى فوز ثلاثة واحدة على ضيفه باريس سانجرما الفريق الفرنسي تقدم في الدقيقة الثالثة وثلاثين بقدم أدريان رابيو قبل أن ينجح كريستيان رونالدو في تسجيل هدف التعادل للريال في الدقيقة الخامسة والأربعين من ركلة جزاء عاد رونالدو ليحرز الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة وثمانين قبل أن يقضي البرازيلي مرسلو على أمان الفرنسيين بالهدف الثالث بعدها بثلاث دقائق المغردون العشاق كرة القدم اهتموا أيضا ببعض التفاصيل الصغيرة في المباراة من بينها هذه اللقطة للحظة التي يسدد فيها رونالدو ركلة الجزاء فمع إعادة اللقطة وتقريب الصورة يتبين أن نقطة الجزاء أو المنطقة التي فيها الجزاء قد تحركت بعض الشيء لحظة تزديد رونالدو للكرة ولكن ردود الفعل بعد المباراة كانت متباينة على الجانبين رئيس نادي باريسان جرما ألمح بأن هناك محابات للفرق الإسبانية عندما تواجه فرقا أخرى في العام الماضي تعرضنا لنفس الموقف أمام برشلونا يجب أن تكون هناك وقف الآن نحن لسنا ريال مدريد اثنان من لاعبين حصلوا على انذارين غير مستحقين واحتسب الحكم تسللا خاطئا ضد بابه أنا لا أقول أننا خسرنا بسبب الحكم ولكن هذه الأخطاء تساعد فرقا كبيرا مثل ريال مدريد اللاعبون يشعرون أن الحكام منحازون لريال مدريد ويخشون الالتحام بلاعب الريال خشية الحصول على انذارات وهذا ليس أمرا جيدا للكرة الأوروبية